تنضم إلينا من نيويورك كريستينا غرير أستاذة العلوم السياسية مرحبا بك سيدة كريستينا ما مفتاح هذه الوحدة التي يتحدث عنها جو بايدن بأن الرئيس بايدن يريد أن يسيطر على جائحة الكوفيد وصحة الأمة والصحة الاقتصادية والعافية للأمة وبأن الرئيس بايدن يتوجه إلى مقبرة أرلينغتون الوطنية ليكرم كل من هم دحوا بحياتهم ليدافعوا عن الملايات المتحدة هو يريد أن يؤكد على رسالته بأنه رئيسا للجميع وهذا خلاف ما فعل به سلافه وهو يؤكد على أنه يمثل الجميع من الأمريكيين محاربة هيمنة عرق على آخر الحديث عن التكوين الاجتماعي للمجتمع الأمريكي هل باعتقادك بإمكان إدارة الرئيس بايدن أن تحقق شيئا أو تقدم شيئا في ذلك لأنه بدأ شديد التركيز على هذه النقطة وذلك أيضا من خلال استدعاء انتخاب أول سيدة ومن أصول إفريقية وآسيوية نائبة للرئيس في تاريخ الولايات المتحدة لا شك بأن هناك انقسام في أمريكا وبأن الرئيس بايدن سيعتمد على العلاقات السابقة له مع الجمهوريين وأن سياسته ستوضح بأن هذا ما هو لمصلحة وخير الأمة بأجمعها كانت السياسات المناخية والسياسات التي تساعد على مكافحة الجائحة وباختيار نائبة الرئيس كامالا هارس يرسل الرسالة بأنه يؤيد كل من هم من المهاجرين ومن هم من أصول أفريقية أو أسيوية وإذا نظرت إلى أعضاء فريقه في إداراته فهو متنوع عما كان عليه في السنوات الأربعة الماضية ما مدى سهولة تجاوز هذا الانقسام الذي وصفته قبل قليل سيكون صعب جدا فسيرفض البعض بالإقرار بجو بايدن على أنه الرئيس السادس والأربعين الشرعي والذي تم اتخابه بانتخابات منصفة وهناك في كأرواقة الكونغرس ممن لن يتوقف عن إسارة الحكي عن المؤامرات وهناك من سيحاولون أيضا مساعدة الرئيس السابق ويتبعونه فأيضا ما سيحصل الرئيس السابق على الفسحة في وسائل الإعلام لمحاولة إلقاء بظله على الرئيس جو بايدن ونعرف بأنه يريد أن يقوم بجمع الأموال لتمويل نفقاته القانونية وهذه الأساليب التي قد يستخدمها واللهجة الكلامية المثيرة للفتنة التي قد يستخدمها فهذا سيصعب جدا مهمة الرئيس جو بايدن ونائبة الرئيس لا يحتاج ذلك إلى مزيد أيضا من الحبر خاصة وأن خصومه السياسيين كانوا يشيرون أيضا إلى ما وصفوه بالتطرف في حركات ذات عنوين مطلبية كما تقول عن نفسها مثل أنتيفا لست متأكدة إذا فهمت سؤالك الكثير من الجمهوريين بدأوا بالابتعاد عن الرئيس السابق ترامب والابتعاد عن لهجته الكلامية لست أعتقد بأن حركة أنتيفا هي تهديد مثل التهديد الفوضويين والفتنويين الذي تحركوا إثرى عهده وهم من تبعوا دونالد ترامب واختحموا مبنى الكابيتول في السادس من يناير وهتدوا الأعضاء من الحزبين في الكونغرس والمتابع سويا ومع السادة المشاهدين استعراض هذه التشكيلات العسكرية المختلفة من أمام مبنى الكابيتول ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر إذن في الجانب الآخر من الصورة كما نرى في الشاشة مشاهدين الكرام صور لترقب خروج الرئيس الأمريكي جو بايدن ونائبته كامالا هارس إلى هذه التشكيلات المجهزة أو التي تستعد لخروج الرئيس ونائبته أمام مبنى الكابيتول بعد ذلك يفترض كما أسلفنا أن ينتقل الرئيس بايدن ونائبته إلى المحطة القادمة أي أرلينكتون قبل انتقالهما إلى البيت الأبيض إذن أعود إليك سيدة كريستينا كنا نتحدث عن قضية هذه المطلبية في المجتمع الأمريكي ومدى تحديدها لقدرة الإدارة الجديدة على احتوائها ستكون مهمة شاقة للغاية لسيما بأننا نعرف ومع قالته الـ FBI مكتب التحقيقات الفيدرالي بأن الكثير من هؤلاء الفتنويين قد اخترقوا المؤسسات وبعض المؤسسات الحكومية لست أعتقد بأن كل الفتنويين سيذهبوا بهدوء فالكثير منهم لا يحبون أن تكون هذه الأمة أمة للمهاجرين أمة متنوعة الأعراق ومع أول سيدة تنتخب نائبة للرئيس فهذا التقدم يهدد نمط حياتهم وكما لحظنا في أحداث السادس ميس يناير سيكون هناك حفنة ممن سيحاولون عرقلة هذا التقدم وفي صفوف الحزب الجمهوري إذن أمام الرئيس بايدن تحديات على مستوى الصحة وعلى مستوى الأمن وعليه أن يتوخى الحذر فهؤلاء الفتنويين قد تحفزوا من حزبهم وقاعدتهم الشعبية فهذا لن يكون دربا سهلا للرئيس بايدن لتوحيد صفوف الأمة طيب سيدة كريستينا الآن في المرحلة الحالية مع التوتر القائم بعض الحركات اليمينية المتطرفة التي اقتحمت اقتحمت الكونغرس أو التي حفزت وحثت على اقتحام الكونغرس من قبل أولئك الذين اقتحموه هذه أيضا لها مستمعون لها وهناك من يعتقد أن ذلك قد يقوي حالة الاستقطاب خاصة عندما يسمع في الطرف الآخر حديث عن عنصرية وعنصرية مقابلة بين المزوجتين نحتاج إلى أن يقوم الجمهوريون بنبث ما حدث وما يحدث ويحاولوا مساواة مع الاحتجاجات التي حدثت في العام الماضي حيث كان يحتاج الناس من أجل الحرية والمساواة وحق في التصويت فهؤلاء ليسوا أنفسهم من رأيناهم في السادس من يناير والذين كانوا حاملين السلاح يتهددون المسؤولين المنتخبين إذن نحتاج إلى الجمهوريين بأن يخففوا من حدة هذه اللهجة للإثارة الفتنوية التي أسارها الرئيس السابق ترامب خلال السنوات الأربعة الماضية وإذا رأيناهم ونراهم بحذر فهذا لا يعني بأنهم لم يكفوا عن هذا التوجه وأنهم لا يؤمنوا بالإرهاب المحلي من أجل أن يطلقوا رسالاتهم فعلينا أن نقمد على الحزبين للمضي قدما في هذه البلاد العلوم السياسية ترجمة نانسي قنقر